نظمت هيئة تمكين للتنمية الإدارية والفنية الاثنين الملتقى الاقتصادي الثالث والمنعقد تحت عنوان المستلزمات القانونية والمؤسسية لمكافحة غسل الأموال والتحديات التي تواجهها والذي استضاف نخبة من الخبراء والمهتمين وأصحاب القرار للحديث حول هذا الموضوع ظاهرة غسل الأموال في العديد من مناطق العالم هذا الملتقى يأتي برعاية من البنك المركز الأردني وبدعم من البنك الإسلامي الأردني حقيقة يناقش هذا الملتقى مسائل عدة تتعلق في مكافحة غسل الأموال وبالتالي نعرف أن غسل الأموال من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات الآن حاليا كون المجموعات الإرهابية في مناطق عدة تتمول بواسطة غسل الأموال ولهذا هناك موضوع غير تمويل الحركات الإرهابية عندك تجارة المخدرات وكذلك تجارة البشر وهناك مواضيع عدة التي تلحق الأذى بالأمن المجتمعي نحن حريصون جدا في الأردن على أن نواجه هذه الظاهرة بكل قوة من خلال القوانين والتشريعات والإجراءات الأمنية التي نعتز ونفتخر فيها في بلدنا الأردن وكان هناك أيضا في الافتتاحية هذا اليوم المبارك كلمة للبنك المركز الأردني تحدث فيها عن أهم الإجراءات التشريعية والمالية التي نواجه بها عملية غسل الأموال هناك محاور أدت كذلك في المؤسسات التي هي معنية في مكافحة غسل الأموال وفي نفس الوقت نحن ممكن نتحدث عن الجانب الأخلاقي والجانب المعرفي في عملية اعتماد على الوسائل التي يمكن اعتمادها في مكافحة غسل الأموال هذا هو المؤتمر الثالث لشركة تمكين للتنمية الإدارية والفنية وحقيقة هي مؤتمرات تمكين أو ورشات العام التي تعقدها تمكين هي تتماشى مع حاجة المجتمع المحلي فكان المؤتمر الثاني هو عن تمويل المشروعات السقيرة والمتوسطة أما المؤتمر الثالث والمنعقد حاليا فهو يتناول موضوع هام جدا في موضوع الدولة الأردنية وهو قسير الأموال وطرق مكافحتها وحقيقة قسير الأموال وطرق مكافحتها هي مسألة مهمة جدا على كافة شراح المجتمع من القطاع العام والقطاع الخاص ويجب أن تتضافر جميع الجهود لمكافحة ظاهرة قسير الأموال التي هي ملحوظة بشكل بسيط جدا في مجتمعنا الأردن ويجب على جميع الجهات الحكومية والغير حكومية هي تتصدى لهذه الظاهرة الغريبة التي تتمثل في عملية مكافحة المخدرات وعملية الترويج لأمور الأخرى الغير مشروعة في بلدنا الأردن وإن شاء الله في هذا المؤتمر في هذا اليوم الجميل سوف تتناول حلقات متعددة ومحاول متتعددة تتناول في موضوع مكافحة وغسيل الأموال وإن شاء الله سنخرج بتوصيات إن شاء الله ستكون ملموسة على أرض الواقع للجهات المعنية صاحب تخصص في هذا البلد وخلص الملتقى الذي عقد برعاية محافظة البنك المركزي الدكتور زياد فريز وبدعم من البنك الإسلامي الأردني إلى أن عملية غسل الأموال تتم في العادة عن طريق القيام بنقل هذه الأموال وتصديرها أو إدارتها وحفظها أو إيداعها واستثمارها أو التلاعب في قيمتها أو تحويلها إلى صور وأشكال أخرى ولغسل الأموال أثار سلبية هائلة إلى جانب الآثار الاقتصادية فهو يترك أثاراً اجتماعية وسياسية تنعكس مباشرة على الأداء الاقتصادي للدولة وعلاقاتها على العالم الخارجي حازم السردي الحقيقة الدولية